الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء وبعد فلا يزال الحديث مستمرا عن أهم المبادئ التي يجب مراعاتها في تكوين المجتمع المسلم وسبق وأن تحدثت في اللقاء الماضي عن ثلاثة مبادئ وهي الالتزام بالعقيدة والالتزام بالأخلاق والالتزام بالعبادة وفي هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سأتحدث عن مبدأين المبدأ الرابع والمبدأ الخامس وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيم المعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية فأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اتفقت الأمة جميعا على وجوبه بلا خلاف بين أحد من علمائها قال الله تعالى والتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصائص أمتنا الإسلامية وهو من أجل الأعمال وأفضل القربات بل إن به تتحقق الخيرية لهذه الأمة المشار إليها في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم أيها الإخوة إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم جدير بالعناية لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاحها وفي إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير واختفاء الفضائل وظهور الرذائل ولذا أقر الإسلام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية للأفراد وللمجتمعات إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل خير يسعى لإصلاح الأمة ومعالجة الأخطاء المتفشية بين أفرادها وبهذا العمل يخطو المجتمع نحو تحقيق حياة أفضل له خاصة ولكل من اختلط به وجاوره على وجه العموم سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين المعروف أيها الإخوة يراد به ما عرف أنه محبوب لله تعالى مفروضا كان أو مسنونا أو مستحبا والمنكر ما أنكره الشارع الحكيم محرما كان أو مكروها أيها الإخوة إن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا العصر أصبحت صعبة جدا وخاصة في ظل هذا الزخم الهائل من الوسائل الإعلامية والبرامج الموجهة التي تهدف إلى إفساد ابن أبناء المسلمين ولذا كان لزاما على أفراد المجتمع المسلم أن يستغلوا هذه الوسائل الاستغلال الأمثل لإصلاح الأفراد والجماعات أيها الإخوة والأخوات إن في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عواقب وخيمة ومن هذه العواقب أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتفشي المعاصي والمعاصي سبب للمصائب وما نشاهده ونسمعه يوميا من المصائب في الكثير من المجتمعات خير دليل على ذلك إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ظهور الفاحشة وما نلاحظه أيضا في هذه الأيام من كثرة الأمراض المستعصية في المجتمعات غير المسلمة أصدق دليل على ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في انتشار الجرائم والمنكرات وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في الأوطان أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى لعنة الله والعياذ بالله قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وهنا أشير وأشيد بانفراد دولتنا المملكة العربية السعودية بإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل رسمي وذلك ولله الحمد نابع من التزامها بشرع الله تعالى وبذلك تميزت عن غيرها من الدول والحكومات في هذا الأمر وبناء على هذا شهد المجتمع السعودي آثارا إيجابية نتيجة قيام جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجباته فتحقق الأمن الأخلاقي والسلوكي في الميادين والمرافق العامة وعولجت المخالفات وقضي على كثير من السلوكيات المخالفة للآداب فجز الله ولاة أمر هذه البلاد خيرا على هذا الاهتمام بهذه الفريضة والعناية بها وفي ختام الحديث عن هذا المبدأ المهم أقول لكم أيها الإخوة والأخوات إن المسلم حقا هو الإنسان الصالح في نفسه والحريس على أن يصلح غيره فلا نجات للمسلم من خسارة الدنيا والآخرة إلا بالتواصي بالحق والصبر عليه وأذكركم ونفسي بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اللهم أعنا جميعا ووفقنا للقيام بهذا الواجب والصبر عليه أما المبدأ الخامس من المبادئ التي يجب مراعاتها في تكوين المجتمع المسلم فهو تنظيم المعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأعني بالمعاملات هنا جميع الأنشطة اليومية والأعمال الحياتية المتنوعة سواء كانت فردية أو اجتماعية أو سياسية مالية كانت أو عائلية أو تربوية أو ترفيهية أو فنية أو تنموية ينبغي أن تكون جميع تصرفات الأفراد منضبطة بأوامر الشرع ونواهي متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل المجالات وهذا يقودنا للحديث عن المبدأ السادس وهو تطبيق الشريعة الإسلامية لكني سأرجئه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد